تبع رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الجارية تنفذها بمحافظة جنوب سيناء وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء وعدد من المسؤولين تناول الاجتماع موقف مشروعات خدمة منظومة النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ كذلك استدامة منظومة تقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة كما تطرق الاجتماع الى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حيث وجه رئيس الوزراء بان يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي خاصة به يروي بها المسطحات الخضراء لديه